ازايكم يا جماعة عاملين ايه يا رب اكونوا بخير النهاردة هتكلم على برج الدلو والحب برج الدلو لما نيجي نتكلم عنه في الحب فهو رومانسي جدا ولكن يظهر عليه انه مش رومانسي يعني دايما يفكر مع نفسه بطريقة رومانسية يجي يتكلم مع اصدقاء وتلاقيه مش رومانسي كتير بيتقال على برج الدلو انه هم عندهم برود عاطفي لكن برج الدلو حقيقة الموضوع انه عنده ظاهريا برود عاطفي واللي بيحب يتظاهر به انه هو عنده برود عاطفي لكن داخليا هو عنده شعللة عاطفية عنده بتبقى دايما النار ايدا جواه برج الدلو غيور والشخص الغيور دايما تعرف انه هو مش بارد عاطفيا ده حقيقته يعني لما دايما تلاقي واحد يكون بيغير او امرأة بتغير عليك اعرف كواس جدا انه هم حقيقة قلبهم او حقيقة عاطفتهم انه هم مش باردين مشاعر لكن برج الدلو انت مظلوم في النقطة دي واللي بيسمعني من برج الدلو لازم تسمعوا الموضوع ده كويس جدا جدا عشان تعرفوا برج الدلو على حياته برج الدلو مبدئيا هو شخص رومانسي جدا او شخصية رومانسية جدا يعشقوا الحب ويعشقوا الاهتمام ويعشقوا الدرجات الرومانسية الهيلة قوي والكلام الغزل اللطيف وكل الحاجات دي تعالوا بقى ظاهريا ظاهريا برج الدلو تحسوا انه ملهوش في الاهتمام تحسوا انه ملهوش في الرومانسية ليه في الغزل جدا ويغازل ويقول كلام لطيف جدا لكن تحسوا انه بيحبك لا انت تحس ان انت صديق ليه بس برج الدلو لما يحسسكم ان انتو اصدقاء ليه قويين اعرفوا ان هو كده بيحبكم جدا تعالوا في البداية اقول لكم برج الدلو لما بيحب بيحب ازاي او نعرف منين ان هو بيحب ما هو طبيعته او ظاهريا بنكون مش عارفين هو بيحبه ولا ما بيحبش بيبقى مش واضح كده نحسه نوعا ما من الغموض برج الدلو ما بيحبش يكون عاطفيا زاهر كل مشاعره اللي متأكد مليون في المية من حقيقة مشاعر اللي قدامه عشان ما يحسش باي خلل في قلبه او خلل في شخصيته لانه دايما بيحب ان يكون شخصية قوية برج الدلو تعرفوا من غيرته لما يغير عليك لما يبدأ ان هو يسأل مين ده مين دي يبدأوا يقولوا لكم مين مش عارف ايه مين الحاجات يعني السؤال بتاعهم الكتير اعرفوا ان ده معناه ان هما عندهم غيرة جديدة عليكم ومعناه حب كمان تعرفوا منهم ان هما بيحبوكم لما يبقوا دايما بصن لكم دايما عينهم بترقبكم وعينهم فيها رومانسية العين فيها مشاعر بتطلع عين برج الدلو دي دايما فتحاه دايما فتحاه يعني هما في الافعال ممكن تحس تقول يا ده انت بارد ده انا هاجد ربك وفي نفس الوقت لما تيجي تتابع الافعال بتاعتهم تعرف ان هما بيحبوك جدا فرائب دايما عندهم ويبتتكلم بمليون كلمة فيها رومانسية برج الدلو كمان تعرف انه هو بيحب مش من افعله بقى بس ولا العين ولا الغيرة لا تعرف انه هو بيبقى عايز يقبلك كتير عايز يتكلم معك كتير عايزة تتكلم معك هيفتحه في مجالات كتير هيقربوكم منهم جدا هيحكو لكم عن افعلهم او عن انبهاراتهم او عن شغلهم او عن حاجة فيها موهبة هيشاركوكم حياتهم جدا على سبيل برضو الصداقة يعني هيتكلموا معكم كتير بس هتلاقوا نفسكم مختلفين عن اصدقائهم يعني اصدقائهم احنا بنخرج مرة اتنين كذا لكن انتوا هيطلبوا منكم ان انتوا تكونوا في كل خروجة موجودين تليفونات كتير كلام كتير هيبقى فيه كلام كتير جدا جدا ويبقى عايز يشوفك كتير يعني برج الدلو يبقى عايز يشوفك كتير وعلى سبيل ان احنا يعني اصدقاء جدا جدا برج الدلو مش هيقولك يعني حتى في الارتباط مش هيقولك ان احنا الاتنين احنا بنحبوا بعض لا اقولك احنا اصدقاء جدا هتقولك ان انا عايزة يكون حد صديقي عايزة حد يكون قريب مني جدا يحس ان انا ليه صاحب بجد ليه ظهري بجد هو ده الهدف من العلاقة يعني الموضوع الحب كله هما بالنسبة لهم صداقة قوية ودي العلاقة اللي بتنجح مع برج الدلو طول ما انت في علاقة مع برج الدلو يكونوا صداقة قوية جدا صداقة متينة ده يخلينا نقوي العلاقة اكتر وطبعا انا عايزة قبل ما اكمل الموضوع برج الدلو اللي بيسمعني يقولولي الكلام ده صح ولا لا ان انتم ظاهريا حاجة اما من جوة يعني وشخصيتكم حاجة تانية خالص في الحب قليل جدا اللي هيعرف شخصيتكم الداخلية ان انتم عندكم اللي هو شعل النار الغيرة شعل النار الحب ده كمان تعرف منين ان برج الدلو بيحبك لما تلاقوا ان برج الدلو عايز يعرفكم على الاهلة او يكلمكم كتير على الاهلة او ان هو يعني عايز يعرف عنكم كمان كل حاجة يسألكم وتحسوه كمان جريء في الاسئلة هتحسوا ان احنا عايزين نكون روح واحدة نكون حاجة متينة جدا جدا فهي او هو ده تعرف برج الدلو من الحب مش هيقولك انا بحبك برج الدلو مش هيعترف بالحب ابدا ابدا الا لما يكون العلاقة دي مرة عليها كتير يعني ودايما هيقولك صديقتي المقربة يعني رجل الدلو يقول على حبيبته او خطبته او زوجته حتى دي اكتر صديقة ليا دي يعني صديقي وصديقتي وكل حاجة في الدنيا فيقولك كده حبيبتي دي ممكن تيجي بعد صديقتي خلوني اقولكم متطلبات برج الدلو في الحب لان متطلبات دي لازم نركز عليها جدا اول حاجة هم غيرين بس انتو ما تكونوش عندكم الغيرة القوية اللي تخليهم يحسوا بالقيود او يحسوا ان في حد مسكهم او ان حد مقاية حريتهم هم بيحبوا على فكرة الغيرة ولكن الغيرة اللي فيها خوف عليهم اللي يحسوا ان ايه ده ده نفرق معاه ايه ده ده نفرق معاها الحاجات دي لكن الغيرة لأ ما تروحش لأ ما تجيش لأ ما تكلمش مين اللي عملت لها كذا ونعمل عليها اخناء او هولليلة والحاجات دي كلها كل الحاجات دي بتقلب معاهم العصبية كتير قوي قوي وممكن تخليهم ان هم يعني ينعزلوا عنكم لان على فكرة بورجل دلو في الحب برضو اه ممكن ينعزل عنك وانتم ما تعرفشوا وما انعزل ايه وممكن يكون بيمر بمشكلة مع الاهل مع اي حد ولكن بيكرر انه ينعزلوا وبعد كده يجي يقولك فبردو لا بورجل دلو في بعض المشاكل اللي بتتفهم غلط عاطفيا وممكن تأثر على العلاقة العاطفية سلبيا وده احنا ممكن نبقى نتكلم فيه او لو فاض وقت نبقى نتكلم فيه دلوقتي باقي المتطلبات يعني الغيرة اول حاجة انها ما تكونش عالية جدا ولكن الغيرة اللي هي القليلة دي لو ايه يعني انا حسس كده ان فيه مشاعر وفيه تجديد وفيه احساس حلو ده يكون مهم طبعا من المتطلبات التغيير والتجديد والتطوير والنجاح دايما بورجل دلو ينظر للنجاح يعني مرقة الدلو تحب الشخص الناجح الشخص اللي بيحب انه هو يكون يعني بيزود من طموحه ويعلي من طموحه وينجح في حاجة ويعلي اكتر انه هو يكون عنده موهبة عالية او عنده دماغ عالية عنده زكاء عالي بيحب المرأة الزكية جدا المرأة المتغيرة الجديدة كده المتجددة دايما اللي هم شيك اوي في لبسوهم اللي دايما بيعملوا حاجات كده اختراع في اللبس الوانهم تكون متنسقة العين تكون منبهرة بالشكل واللبس والمظهر يعني ابقى منبهر بالمنظر ده فده بقى حاجة مهمة جدا يعني عمليا تكونوا نجحين او دراسيا وفي نفس الوقت تكونوا شكل حلو ينبهروا به فده دايما حاجة هتساعد على تجديد الحب جوه برج الدلو او يشوفوكم بنظرة مختلفة فده يقرب جدا جدا العلاقات فده برضو حاجة مهمة اوي اوي كمان الشخصية اللي بيحبها جدا الدلو سواء رجل او مرأة اللي يحسوا انه هم من الاخر كده بيحبوا الشخصات تقيلة مش التقيلة يعني الغلسة مصلي فيه فرق الناس يعني احنا عندنا المصرين كده نقول على الشخصات تقيلة فيه جزء مننا كده يفهم الشخصات التقيلة اللي هو انت تقيل ودمك تقيل اللي هو الرزالة لكن الشخصات التقيلة اللي هي الرزينة العقلة النطجة جدا اللي بيتصرفوا بحكمة في كل حاجة اللي كلامهم بيكون طالع بحساب يعني عارفين نقول ايه هنا ونعمل ايه هنا عارفين حساب لحياتنا بشكل كامل نعمل ايه ونسوي ايه والدنيا ماشي ازاي فبرج قلدالو بيحب الشخصية دي جدا جدا سواء رجل او مرأة بيحبه جدا كمان الشخصية اللي تكون محبوبة الشخصية اللي يكون دايما كل الناس بتتكلم عليهم كلام ايجابي وكلام حلو وكلام طيب كمان بيحبه الشخصية اللي تهتم بيهم بمعنى كتير جدا جدا يقولك على برج قلدالو ده انا مهما اهتم بيه ما بلاقيهوش لأ في فرق برج قلدالو بيحب اللي يهتم بيه بس اللي مش مرمي عليه اللي مرمي عليه يعني انا بحبك انا بحبك ردع تليفون اللي هو يعني زي كده اللي هو بيكون حد يعني اللي هو بيلزق فيه جدا اللي هو ويبكي ويعمل يعني يروح في اي حتة يلاقيك من غير ما يقولك مش محتاجك هو مدى الشعور ان هو محتاجك هو بيلاقيك في وشه على طول فيه احساء فيه فرق كبير ما بين انك تهتم بيه وانك تكون مرمي عليه سواء رجل برضو او مرأة انا بتكلم على رجل او مرأة تدالو فانك تكون مرمي عليهم انك بتتلزق فيهم انك بتجري وراهم انك عايزهم باي شكل وباي طريقة وباي جو وباي حاجة خالص فده معناها ان هم بيزهقوا بيزهقوا مش هيشوفوا امتك ابدا ابدا ولكن الاهتمام يعني نهتم بيه كصداقة نسأل بس مش كتير مش زن نتطمن مش زن يعني الموضوع ما يبقاش فيه زن اهتمام وليس فيه زن كتير وهيصة بقى والليلا والحاجات اللي فيها التلزيق كتير دي ده كله مش هيجيب معاه كل ده يجيب معا نتيجة عكسية حتى لو بيحبك هيبعد يعني حتى لو برجل دالو بيحب الشخصية دي من كتر ما هو متعلق ومرمي علي الدالو هيبعد الدالو ما عندوش طولة بالو وخلق وبيحس بدا كلة قيمة للشخص وليه هو كمان وبيحب يجري على الشخص بيحب الاهتمام يكون متبادل زي ما هو بيسعى لي أنا أسعى لي ويمكن أنا أسعى أكتر خليه يجزبني الشخصية الرزينة الطييلة دي تخليه هو اللي يجزب يعني الشخصية دي هي اللي تجزب الدالو فبرجل دالو بيحب ده جدا جدا أنا هبقى أعملكم موضوع تاني عن الدالو وعن حاجات كده أصرار عشان الناس المرتبطين فيه فهم أو سوق فهم بيحصل دايما من شخصية برجل دالو خاصة الإنعزال وما بيتكلموش فترة والحاجات دي بيكون نتيجة تأثير أنه هما بيمروا بمشكلة أو بيمروا بحاجة لكن بيفوقوا مانا بس بيبقوا عايزين شخصية معينة أو تعامل معين في الوقت ده برجل دالو قولولي في التعليقات الكلام ده صح ولا لأ والناس اللي بتتعامل مع برجل دالو قولولي برضو الكلام ده صح ولا لأ وبشكركم جدا وبتمنى أن أنا أكون في التوكوم لا تنسوش اللايك وشراك في قناة تفعيل الجرس سلام